أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين نعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لاميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على ذنب ربه وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم آذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة وله عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قل لهم أمنوا كما أمل الناس قالوا ونؤمن كما أمل السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا وآمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في تغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارة وما كانوا محتمين مثلهم كمثل الذي استوقذ نارا فلما أضاءت ما حوله ذاب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم العمي فهم لا يرجعون أو كسيب من السماء في ظلمات ورعض وبرق يجعلون سابعهم في آذانهم من السواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاذ البرق يختفى بصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولم شاء الله لذاب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس عبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وهزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهدائكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لو تفعلوا ولا تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وآمنوا الصالحات أن الأم جنات تجري من تحتها لنهار كلما رزقوا منها من ثمرت الرزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل ويوتوا به متشابه ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعودة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلى الفاسقين الذين ينقذون عهد الله من بعض ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يسنى ويفسدنا في الأرض أولاك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسوهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال لما قل لكم إني أعلم غير السماوات والأرض وأعلم ما تبدون أما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبنس أبهى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغذا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فازلما الشيطان عنها فاخرجهما مما كان فيه وقلنا بيطوا بعضكم لبعض عدوا ولكوا في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا بيطوا منا جميعا فإما يأتي أنكم مني هدا فما تبع هدايا فلا خوف عليه ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار فانفيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتها التي أنعمت عليكم وأنفوا بعهدي أوف بعهدكم وإيايا فارهبون وآمنوا بما أنزلتم صدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياته ثمن قليلا وإيايا فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وأعطوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسك وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم لاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبلوا منها شفاعة ولا يؤخذوا منها عذن ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناكم ويستحيون نساكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ وعذنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذا أتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقوم يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلك خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لنؤمن لك حتى نرى الله جارة فأخذتكم الصعيقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمامة وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلهم من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلوا ادخلوا هذه القرية فاكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا البابا سجدا وقولوا حتة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجلا من السماء بما كانوا يرسقون وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنة عشرة عين قد علم كل ناس ما اشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادعوا لنا ربك يخرج لنا مما تنبد الأرض من بقلها وقثائها وفوميا وعدسيا وبسلها قال تستبدلون الذي هو أذنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغذب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحاق ذلك بما أسوا وكانوا يعتدون إن الذين آمنوا والذين آذوا والنسار والسابين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجروا معيض ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذا خذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضوا الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نجالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين وإذ قال موسى لقومه إن الله أمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوى قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قال اضع لنا ربك يبين لنا ماهي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قال اضع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة سفراء فاقع لونها تسر الناظرين قال اضع لنا ربك يبين لنا ماهي إن البقرة شابى علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير العرض ولا تسقي الحرثة مسلمة لا شيئة فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقل ندربوهم ببعضها كذلك يحي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قصد قلوبكم من بعد ذلك فيك الحجارة أو الشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله فما الله بغافل عما تعملون أفتتمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله شلام الله ثم يحرفونه من بعد ما أعقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلى بعضهم إلى بعضهم قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أم لا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لا تمسنا النار إلا أياما معدودة قل اتخذتم عند الله عادا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بل أمان كسب سيئة وحاطت به ختيئته فأولاك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين أمنوا وعملوا الصالحات أولاك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وإذا خذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحصانا وذي القرب واليتام والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وإذا خذنا ميثاقكم لا تسبكون دمائكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم أنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإيأتوكم مسارا تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خيزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى شد العذاب ومن الله بغافل عن ما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولقد أتينا موسى الكتاب وقفين من بعده بالرسل وأتينا عيسى بن مريم البينات ويذنهم بروح القدس أفكلما جاء كفر رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فخري لما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بيسما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغذب على غذب وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدق لما معهم قل فلم تقتلون أمياء الله من قبل كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذت بالعجل من بعده وأنتم ظالمون وإذا خذنا ميثاقكم ورفعناه فوقكم الطور خذوا ماتناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا ويشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من ذون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوا أبدا بما قدمت أيديهم والله عليهم بالظالمين ولتجد أنه محرس الناس على حياة ومن الذين اشركوا يبدو حظه لن يعمر الفسنة فما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون قل ما كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وودا وبشرى للمؤمنين ما كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلى الفاسقون أما كل معاهد عهدا نبذه فريق منهم بل أكثر لا يؤمنون ولما جاء رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين ودوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تطل الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين بباب لهاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم ضرر به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يذرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ماله في الآخرة من خلاق ولبيسا ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنما آمنوا واتقوا لما ثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يبدو الذين كفروا من آل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خيرهم من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ظل فضل العظيم ما نسخ من آياتنا وننسها نأتي بخير منها ومثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نسير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من آل الكتاب لم يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسنا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واسفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير ويقيموا الصلاة وعاتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عيد الله إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله ومحسن فله أجره عيد ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقالت اليهود ليست النسارى على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فإنما توله فثم وجه الله إن الله واصع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل لهما في السماوات والأرض كل له قانتون بذيع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لو لا يكلمون الله تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم فشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عليك اليهود ولا النصارى حتى تتمع ملتهم قل إنه ذا الله ولذا ولين اتبعت أهواء بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نسير الذين أعطنوا الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم أني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عذل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فاتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن الذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنى فاتخذوا من مقام إبراهيم مصلى واهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيت للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال وما كفر فومتعه قليلا ثم يضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفيا نفسه ولقد استفعناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين فبصى بها إبراهيم بني ويعقوب يا بني إن الله استفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنت شناء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعده قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وقالوا كونوا هودا ونصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا عمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلينا إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيك أم الله والسميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل تحاجوننا في الله وربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصباط كانوا هولا أو نصارا قل أأنتم أعلم أمين الله ومن أظلم مما كتم شهادة عنده من الله فما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون صدق الله العظيم